سأبدأ من ما هو مستجد أيضاً مصدران نقلت عنهما رويترز قالت رويترز بأن واشنطن طلبت من المسؤولين اللبنانيين أو من لبنان أعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد مع إسرائيل للدفع بمحادثات وقف إطلاق النار النهائي هذا الطلب سيرفضه لبنان لبنان يرفض وقف إطلاق النار من جانب واحد وهذا يأتي ربما ليؤكد ما قاله بالأمس أحد النواب بأن التسوية الأمريكية هي ليست نزيهة وتتماشى مع الأهداف الإسرائيلية أيضاً الرئيس نجيب ميقاتي يقول بأن التهديدات الإسرائيلية والتصعيد الإسرائيلي وأن هناك مؤشرات ديبلوماسية تؤكد العناد في رفض الحلول كل هذه التصريحات هي مؤشرات على عدم نجاح مهمة هوكستين لغاية هذه الساعة هوكستين الذي زارت الأبيب بالأمس على ما يبدو المطالب الإسرائيلية هي مرتفعة مطالب إسرائيل مرتفعة لأنها لا تريد وقفاً لإطلاق النار وهذا ما يجري على الأرض إسرائيل تريد أن تستكمل عمليتها إن كان العملية البرية إن كان الأهداف التدميرية تدمير الضاحية الجنوب البقاع اللبناني بعلبك وهذا ما رأيناه بالأيام الماضية الشروط الإسرائيلية أصلاً التي سمعناها في الأيام الماضية هي تعجيزية نستطيع أن نقول لبنان كان يتحدث ويؤكد أنه مستعد لوقف إطلاق النار وأنه مع تطبيق القرار 1701 وأنه يجب الضغط على إسرائيل ولا تعديل على القرار 1701 ولا إضافات ويجب الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار ولتنفيذ هذا القرار الذي أصلاً لم تنفذه إسرائيل منذ العام 2006 ولغاية اليوم بالمقابل هذه التصريحات المرتفعة عندما يتحدث المسؤولون الإسرائيليون بحسب الإعلام العبري طبعاً أنه يريدون أن يكون هناك حرية في العمليات العسكرية في لبنان أن يقوم الطيران الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي متى أراد ومتى شاء وأينما أراد أن ينفذ عمليات عسكرية في لبنان هذا يرفضه لبنان وهذا ما لم يتطرق إليه أصلاً أموس هوكستين في مباحثاته مع المسؤولين اللبنانيين في كل الزيارات الماضية وكان أخيرها قبل أكثر من عشرة أيام في لبنان عندما التقى الرئيس نجيب ميقاتي والتقى الرئيس بري وتحدثوا الرئيسين أكدوا أنه كل ما قاله أموس هوكستين ولو أنه هناك طروحات بقية سرية أنه الالتزام بالقرار 1701 لا يوجد تعديل على القرار 1701 ولا يوجد إضافات ولبنان مستعد أن يعزز وجود وانتشار الجيش اللبناني في القطاع جنوب نهر الليطاني إذن المفاوضات يبدو أنها سائرة باتجاه غير إيجابي المفاوضات ستطول واليوم سمعنا أيضا من وول ستريت جورنل تقول بأنه لا جديد لن يكون هناك أي جديد أو وقف إطلاق نار قبل بدء الانتخابات أو قبل الانتخابات الأمريكية في الخامس من هذا الشهر الحالي أي الأسبوع المقبل على الصعيد الميداني هناك أكثر من 13 غارة استهدفت بلدات عدة في الجنوب اللبناني وهذا بعد عن القصف المدفعي طبعا الذي يستهدف بعض القرى في الشريط الحدودي الغارات استهدفت على سبيل المثال بنت جبيل، عيت الجبل، خربت سلم، مجدل سلم، ياطر وغيرها من البلدات الجنوبية الحزب الله لغاية هذه الساعة الموضوع لافت جدا لم يصدر بعد بيانات عن سير المعارك أو حتى عن العمليات ومنذ بعض الوقت أصلا منذ أكثر من ساعة كان هناك إطلاق لصواريخ من الجنوب اللبناني ولكن لم يصدر بعد بيانات في شأن هذه العمليات بالطبع العمليات أو التركيز اليوم هو على القطاع الشرقي في بلدة الخيام ونذكر بأن هناك مناشدات بالأمس أيضا هذا موضوع إنساني اسمحي لي أن أشير إليه هناك عائلة من عشرين شخصا عالقة في جنوب بلدة الخيام بلدة الخيام التي تتعرض لمحاولات التوغل والتسلل والتقدم باتجاه جنوبها وشرقها وهناك معارك كانت شرسة ما بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هناك مناشدات وسمعنا بالأمس أحد النواب يقول بأن حاولت اليونفل والصليب الأحمر أيضا الطلب من إسرائيل للدخول لمعرفة مصيرها هذه العائلة المكونة من عشرين شخصا ولكن كلها أسفرت بالرفض إسرائيل رفضت السماح لأي أحد للدخول لتفقد إذا ما كانت هذه العائلة لتزال على قيد الحياة ما مصير هذه العائلة إذن المشهد في القطاع الشرقي مستمر الأنظار كلها هناك بالقطاع الشرقي وهذا لا يعني أنه لا يوجد غارات في القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية وأيضا الضاحية الجنوبية لبيروت خلف بعض من صحب الدخان لا تزال ترتفع وتتصاعد من النقاط التي تم استهدافها بالأمس وكان قد أنثرها الجيش الإسرائيلي وكان هناك أكثر من عشرة غارات عنيفة جدا ورأينا بعض من النزوح لأطراف الضاحية الجنوبية وبالتحديد من منطقة لغبيري كون أطراف هذه المنطقة لا يزال يتواجد فيها بعض من المواطنين أو سكان هذه المنطقة ليلة خليل مرسلة الغد كنت معنا من بعبدة على مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت شكرا جزيلا لك